هي التقنيات الحديثة هي آخر تقنيات في مجال التجميل التي يوجدها أجهزة متطورة كما نقدر نقول لدغافة سيال لغاديو في خيكونس بالنسبة لنيت وعيوش دوبو نحفظ بهم على شباب البشرة وعلى النظارة انتحة وتوجوهم نحاولون نقاردي وهذا كلاج صغير نساء قاع يحاوسوا أنهم تبان صغيرة وتحتم بالبشرة ويجب تحتمي بنفسك لا يجب أن يكون سن معين أكيد لم يكن سن معين كما يقولون من سن العشرين يبدوا الفتيات يهتمون بنفسهم أكيد ما هو الفرق بين نتوايج دوبو التقليدي والعصري نتوايج دوبو تقليدي سيكون كما يقولون نتوايج دوبو بازيك يعني اللي نستخدمو فيه الأياد ديالنا مع ديك خامس سامبل اللي تلقيهم بالك موجودين في الكوسميتيك بغتو لكن دورك طبيعية ولا مصنعة طبيعية ولا مصنعة كما كي كل خبير تجميل راح تستخدم من اللي بخدوين اللي يساعدوها على حسب هي وش تقدم لزبائن وعلى حسب البشرة إلا كانت حساسة أكيد أكيد هذا العلاج يكون على حسب النوع كل البشرة لكن ما تطور بين سوق العلم دورك كانت أجهزة متقدمة اللي من نلحقوش إنك تستعملي ليدين دياليك أجهزة سهل عليك الأمور اللي دغافة سهل اللي رايم دايرة ضجة كبيرة في عالم التجميل اللي هو جهاز مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشرتها بكتير بينسر اللي هو جهاز جهاز متطور لعلاج مشاكل البشرة وعنده عنده كذلك لعلاج البشرة التنقية يحافظ لك على الشباب راح يأخر لك من الشيخوخالي إنه عنده دي سيروم سبيسيال اللي نقدروا نخدمه بهم